رد كان الكابتن خالد لطيف على الجزائر اللي حارتك بتقولها دي كان في ندوة في النصر ديوم معنا ووجهت لي ان انتوا من المجلس اللي فات فبالتالي كان يجب ان انتوا تختافوا عن المشهد الانتخابي الحالي قال لي اولا انا حق القانوني ان انا ادخل سنة انا عندي خبرات ادارية ثالثة خبرات ادارية كبيرة تخلينا اشتغل كامين سندوق انا مش طبيب اسنان فبالتالي شو لسه بولك منافسة شنيفة طيب انا كويس انك قلت الكلام برضو هو طبعا الاستاذ خالد يمكن سواء عارفني كويس على فكرة يعني اما اكيد طبعا انتوا بكل افارفين بعض اه بس احنا عارفين بعض كويس برضو احنا عشان كده بقول المفروض لما يقول مش طبيب اسنان لا يعني لا يختزل السيفي بتاع حسين الماندو بس فكرة طبيب اسنان رغم ان انا طبعا مهنتي اللي باحتلمها يعني انا اولا استاذ جامعي يعني بندرب اطباء الاسنان وبنعلم اطباء الاسنان وكنت وكيلي كلية درست العليا والبحوث والباحث نائما في مجال الجامعة راجل دقيق اوي في شغله راجل بيحسب على كل حرف وكل سطر يعني تعودنا كامل بحث العلمي نتائج ايجابية تخرجلي نتائج مقدمات قصلي ايجابية تخرجلي نتائج ايجابية النقطة اللي غير كده ان برضو هو اكيد عارف ان انا بدير استثمارات تقدر بالمليار او يزيد والاستثمارات دي فيها ملفات مالية ضخمة جدا 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 والحمد لله نجحنا فيها بشكل اعتقد يعني الداني والقاصي يشعر ان احنا نجحنا في مجال استثمارات في التعليم وهذه الاستثمارات لو احنا بنسيء التعامل في الملف المالي ما كانت يحصل فيها استدامة والاسم بتاعها هيكبر بهذا الشكل بل بالعكس كونها فلوسك الخاصة تستثمر بيها يعني انت بتخاف على القرش اوي يعني انت امين على القرش اوي والامانة هنا مهمة جدا 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 ان تكون امينا على القرش اللي في ايدك لدي فلوسك في الاخر يعني فيازل برضو تتعامل لدي زمالك دي هناك بقى لازلك مش فلوسك لفلوس العضاء لان تكون امينة عليها جدا طيب امين عليها بمعنى ايه بمعنى ان انت تاخد بالك وانت بتصرف تصرف فين بالضبط لما نقول ترشيد انفاق هنتعلمنا في القطاع الخاص يعني ايه ترشيد انفاق عشان انا استفيد في القطاع الخاص اتعلمنا رشد انفاقي عشان انا استفيد كمستثمر في النادي زمالك نرشد انفاقنا يعني نوجه انفاقنا في المصار والتراك السليم بتاعه عشان الاعضاء والجماهير يستفيدوا من الموارد الخاصة بنادي الزمالي. فهو بس أنا ده يعني يمكن لسه بقول ياريت نستمر على النهج ده. كان يجب برضو هو بيقول طيب أسنان يقول إيه؟ طيب أسنان. أنا مش طيب أسنان وأنا بدرش استثمارات بالمليار وأنا مش أستاذ. يعني ياريت يعرف التعريف كامل. كنت أقوله صح. والإختار للجمعية العامية.